حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر وعلى أرض مصر أيقونة الحياة والمبادرات وأيقونة التشييد والبناء حياة كريمة بمشروعات خدمية ومشروعات متنوعة في كل المجالات لتغير وجه الحياة في قرى مصر أكثر من 30 ألف مشروع في المرحلة الأولى وتتوالى المراحل وتتوالى الإنجازات في حياة كريمة هنتكلم عن هذا التغيير الحقيقي اللي بيلمسه كل مواطن مصري وهذا المجهود الجبار اللي بتقوم بالدولة المصرية بكل مؤسستها ومسؤوليها وأيضا بكل قطاعاتها والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكل فئات المجتمع المصري اللي بيشارك في إنجاح حياة كريمة بيشرفنا في الستوديو المهندس محمد خليل عضو الاتحاد العام للتشييد والبناء أهلا بك معنا يا باش مهندس أهلا وسهلا يا فندم كلمنا يا فندم عن هذا المفهوم الجديد للبناء والتشييد في مصر واللي رسخته مبادرة حياة كريمة وزي ما بنقول أيقونة بناء الجمهورية الجديدة إيه اللي بالفعل نقدر نقول ساهم في وضع هذه البصمة في حياة كريمة بسم الله الرحمن الرحيم أنا حابب أبدأ بحاجة مهمة جدا وهي كانت رؤية قوية وساقبة من القادة السياسية ورئيس عبادة عفتاح السيسي قال وهي الرؤية للبنية التحتية المصرية البنية التحتية المصرية بشكل عام وأشمل اللي خلى من خلال المتخصصين وأصحاب الرؤى يطلع منها مشروع قومية كبيرة جدا جدا وكان أهمها هو المشروع القوم الكبير اللي اسمه حياة كريمة الرؤية كانت بالنسبة للبنية التحتية المصرية الأول نقول إيه هي البنية التحتية هي الهياكل والمنظمات والمرافق والوسائل المختلفة اللي احنا كلنا بنستخدمها من نقل أي أن كان نوعه زي قطرات زي اوتوبسات زي زي إذا كان مياه إذا كان صرف صحي إذا كان الكهرباء إذا كان الغاز إنتاج واستخدام احنا لقينا أن كان البنية التحتية المصرية لم يتم الاهتمام بها من فترة كبيرة جدا 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 وهو ده اللي أثر على الريف المصري أساسا وأثر على المدن الرئاسية في مصر عدم الصيان ده خلى شباب مصر المحترم في 2019 زي ما ذكرنا قبل كده في أكثر من لقاء أنه قاله لازم يبقى فيه مبادرة جبيرة جدا اسمها حياة كريمة عشان نقدر نطور من هذا الأداء وهذه البنية التحتية وكمان يحس بيها المواطن المصري فعليا من إذا كان قرى أشد احتياجا أو القرى المتوسطة أو اللي هي ناقصها خدمات بسيطة وكمان المدن فبدأت مبادرة حياة كريمة بـ تويتا من سن رئيس في 2021 وكان الأساس فيها هو الرؤية الساقبة زي ما احنا قلنا في تغيير الريف المصري اللي بيمثل جزء كبير جدا 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 من المواطنين احنا لو قلنا أن حياة كريمة بتستهدف قد إيه؟ بتستهدف 58 مليون نسمة من عدد سكان مصر وزي ما ذكرنا قبل كده مرصود لها 700 مليار جنيه ليه؟ عشان تخش كل حتة في الكفور وفي النجوع وفي القرى في الوحدات المحلية الكبيرة والصغيرة في كل شيء احنا نتكلم من مرصود 4600 قرية تقريبا 4581 قرية في أكتر من 20-25 محافظة بيشرف عليهم حوالي 33 وزارة وأكتر من 23 هيئة مجتمعية المشروع كبير وقومي أنا بدأت حبيت أبدأ بكلمة البنية التحتية اللي هي الأساس هي الرؤية الساقبة الأكبر والأوسع اللي احنا نقدر نتكلم عليها باللغة الهندسة بلغة التنفيذ أرى وهي البنية التحتية من حياة كريمة اللي هو الأساس اللي احنا نتكلم عليه النهاردة أو حتى عشوائيات أو مدن زكية إذن البنية التحتية نقدر نقول هي اللي بتضع يعني البلان أو الخريطة الخطة الأساسية والخطة اللي بيقوم عليها البناء لأنه لما بتحدد مصار المياه مصار الصرف الصحي على أساسه بتقدر تحدد مكان ومساحة وتأسيم وشكل البناء مصبوط إحنا زي ما احنا قلنا البنية التحتية هي لها شقين اللي هو الجزء الصلب زي ما احنا قلنا إذا كان نقل إذا كان مياه إذا كان صرف إذا كان غيره وكمان الجزء زي ما نقول الناعم اللي هو الثقافة الناحية المجتمعية الناحية الرياضية وهكذا طبعا اللي حضرتك قلتيه مصبوط جدا لأن البنية التحتية أنا لو دلوقتي طبعا هو أن أنت تعمل شيء من أول و جديد هو أفضل بكتير جدا غير أن أنت تيجي تصلح بجانب كده لازم نأكد على كلمة مهمة أنا بحب أقولها كتير أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أن لا تأتي أبدا يعني إحنا ممكن نكون بدأنا الموضوع متأخر بس مش بسبب اللي موجود دلوقتي بسبب تراكمات كتيرة وإهمال كان إذا كان في الريف المصري العادي أو إذا كان في سعيد مصر وهنا بتطرق له برضو ويمكن إحنا كنا بنشوف يا بش مهندس والغاية وقت قريب جدا بصرف النظر عن ما يسمى بالمناطق العشوائية لكن كنا بنشوف عشوائية في المجمل في تخطيط الشوارع في شكل الأبنية اللي ملهاش أي طراز مشاريع كبيرة جدا من وزارة البترول من التعليم من الصحة من الإسكان والمرافق لو إحنا قلنا وليكن في كلية طب في أسنان في سهاج دلوقتي من أكبر كلية الطب في أكتر من مكان مهم جدا لو قلنا في مجال الصحة في مستشفيات في ساملوت في فقنا في بعدد سر كبير جدا يتعدى المائة وعشرين والمائة وخمسين سرير في المستشفى الصحة النفسية في سهاج كل دي من المشاريع الكبيرة اللي بتقوم دلوقتي لو قلنا مشروع مهم في طبع وزارة البترول واللي أم بي شركتين أم بي وبتروجيت شركات مصرية عظيمة اللي هو مجمع البنزين الأساسي ده يعني محتوط له ميزانية أكتر من سبعة مليار جنيه عشان يوفر لنا تمنمائة ألف لتر بنزين يقدروا يدون القوة والقدرة اللي احنا ما نستوردش هذه الكمية ان احنا نخلق فرص عمل كل ده الفكر الأساسي بتاعه زي ما قلت الحضاريك بادئ بالبنية التحتية اللي قدتنا مشروع مهم جدا جدا حياة كريمة خلت تنزل تقول للناس انت إيه لنقصك هنا وليكن أنا ما عنديش مية ما عنديش صرف صحي ما عنديش كهرباء ما عنديش غاز طبعا انت عندك مشكلة انت بتشتغل في أمور قائمة فهو انت بتشتغل فيها بتقابل صعوبات كترة جدا غير المدر الجديدة وليكن العاصمة القدرة الجديدة انت شغال بسيستم جديد وبنظام جديد ومعدلات قياسية جديدة بدل ما كنت حضرتك بنيمشي في الشهر زي ما حضرتك بتقولي والشكل التراز مختلف أو الأرض مختلفة أو النهاردة أنا بكسر في الرصيف عشان أعمل مية وبعد أسبوع بكسر أعمل صرف لا دلوقتي انت شغال على الأنظمة أو الأكواد الجديدة الهندسية حياة كريمة يا باش مهندس طبعا وكل المشاركين في هذا المشروع القومي العملاق أكيد يعني بيشوفوا وبيلمسوا بنفسهم نظرية جديدة في التعامل مع مشكلات الحياة وملفات صعبة زي ما حررتك قلت في البداية إنها حتى يعني لو كان هذا الإنجاز بالنسبة للبعض جاء متأخرا إلا إنه أفضل من أن لا يأتي أبدا طيب لو هنقول ردا على كثير من الأراء والأصوات اللي كانت بتتعالى في بداية أي مبادرة وناس تتسأل ليه إيه لازمتها دلوقتي تكلفة هذه المبادرة لو قلنا لو اتأخرت شوية وبدأت دلوقتي مش في 2019 فرق التكلفة كان هيكون إزاي أضعف ما إحنا شايفين دلوقتي إحنا الوضع الاقتصادي العالمي عامل إزاي ووضع الدولار عامل إزاي وكل الحاجات دي بتأثر علينا إزاي إحنا يكفي إن إحنا نقول المرحلة الأولى كانت المفروض تخلص في منتصف هذا العين 22-22 لكن بسبب جاعة كورونا وبسبب أوكرانيا وروسيا إحنا تقريبا خلصنا أكتر يعني 95% من هذا الإنجاز في المرحلة الأولى اللي هو تعدى 250 مليار في أكتر من 1600 قرية في مصر دائما أبدا إحنا خلينا نقول يعني كانت رؤية مستقبلية وكانت نظرية في التنفيذ طبعا سبقة للعصر ومستبقة الخطورة أو التكلفة العالية تأكيدا للحضرتك بتقولي يكفي إن إحنا في مؤتمر المناخ اللي الحمد لله مصر كانت بتحتضن والفترة اللي فاتت تم زي ما نقول السناء الكامل على هذه المبادرة وممكن تتنقل فيه دول أخرى إحنا عايزين نبص دائما أبدا زي بقولوا كده النص الكباية المليان أن أنت فعلا عندك إنتاج عندك منتج تقدر توريه لأي حد دلوقتي لو أنت نزلت أي محافظة من المحافظات اللي تم العمل فيها في حياة كريمة وليكن لو قلنا اليوبية جميل الأناطر هتلاقي فيه مشاريع كبيرة جدا من المياه من الصرف من المدارس من الكهرباء من كل شيء سهاج فيها سبع مراكز تم العمل فيها بحوالي مستفيدين أربعة مليون نسمة فكل ده خلينا نقول أن دايما المستقبل الخدمة ما بيقدرش يحس بيها إلا ما بتكون كاملة تمة يعني لكن زي ما نقول أي عمل في أوله هو بيبقى دايما تحت طائلة ليه إزاي هيصرف كام طب ليه دلوقتي يكون ممكن نعمل حاجة أهم دي قد تكون من وجهة نظرك لأنك أنت باصس على الموضوع من وجهة نظرك أنت بس من رؤيتك أنت بس أنت ممكن تبص على الرقم من ناحيتك هتشوفه تلاتة أنا من ناحيتي هشوفه أربعة عشان كده يجب يكون فيه ثقة قاملة في الناس اللي بتخطط أو بتدرس ومن حقك تنتقد ومن حقك تقول رأيك بالشكل المشروعي الشكل المزبوط في الوقت المزبوط وإنت بتبني يعني أنا سهل جدا نقول إن القلم ده ما بيكتبش طب إيه الحل إن أجيب قلم مكانه لكن لما قولك القلم ده ما بيكتبش وخلاص طب إيه الحل من وجهة نظرك إيه الحل إنت لما تشاركني في الرأي وإنت عنصر أساسي في هذا الشيء إنت مواطن عايش على هذا البلد البنية التحتية اللي تكلمنا عليها في أول الحقار دي ملكك وملك ابنك وملك أخوك بعد كده البنية التحتية دي مش هنقول مية وصرف لا ده شقتك اللي فيها الكرسي لو أنت ما عندكش كرسي وكرسي مكسور مش هتعرف تعاط نفس الموضوع أنت لو حفزت على كل مقدراتك ومكتسباتك أنت اللي هتحفز عليها إيه اللي حصل لو إحنا قلنا مثلا وليكن أرجو ما نكونش خرجنا برا الموضوع عندنا يعني قطارات كتيرة جدا مين اللي أهلكها سوء استخدام وسلوكيات السلبية للمواطن طبعا الأوتوبيسات نفس الكلام الطريق بتاع الرصيف النظافة كلنا بنسمي قوي على منتخب اليابان أنه نضف الغرفة بتاعته طب ليه ما نبقى سلي زيهم ليه ما نبقى زيهم في كورة القدم ليه ما نبقى زيهم إحنا أصحاب حضارة لكل شيء منتخب اليابان دول منه هم أطفال اليابان بس بيعلموا الأطفال في المدارس مش بس ينظفوا يقوموا بأدوار الآخرين في حياتهم يعني يدخلوا بعد الفصل يدخلوا مثلا الحمامات يغسلوا الحمامات مكان عامل النظافة اللي بيغسلها لهم كل يوم هم بيعلمهم إزاي يقوم بدور الآخر في حياته هو فيقدر هو يعتمد على نفسه ويقوم ويتحمل مسئوليات ويقوم بدور الآخرين إذا الآخرين مش موجودين فدي فلسفة كبيرة جدا هتوقف مع حضرتك عند هذه النقطة ونخرج لهذا الفاصل ثم نعود رجعنا مع حضرتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم المهندس محمد خليل عوضوا للاتحاد العام للتشهيد والبناء ولازال حوارنا عن حياة كريمة أيقونة البناء في الجمهورية الجديدة وفي العصر الحديد والمشروعات الخدمية والمتنوعة اللي بتقوم بها حياة كريمة من خلال قطعات مختلفة ومؤسسات مختلفة أهلا بك معنا مرة تانية يا عش مهندس وكنا بنتكلم عن توصيف لحياة كريمة أو لماذا حياة كريمة بنقول عنها أنها أيقونة البناء وأنها معجزة المبادرات في العصر الحديث ركلمت قبل الفاصل عن دور التخطيط والتنظيم والتنصيق بشكل متخصص وفي رؤية مستقبلية وأنه من أهم البصمات اللي كانت واضحة في تأسيس وانشاء وتشييد مشروعات خاصة بمبادرة حياة كريمة كانت أهم هذه البصمات البنية التحتية طبعا أكيد أنا هقول لحضرتك حاجة غريبة جدا لو قلنا اللفذ بتاع بنية تحتية في 1927 كده بقى حاجة اسمها في 1940 لما تعمل حال في النيتو بدأ يهتم بيه أكثر في 1980 ودي حاجة حد كاتب في أمريكا كتب أمريكا على الأطلال في 1980 ما نقولش بقى في التسعينات ولا 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 في 1900 1980 أمريكا على الأطلال ليه كتب الكلام ده لأنه كان بيقول أن البنية التحتية في أمريكا غير جيدة كمان غير جيدة إزاي ده قال الاستثمارات اللي بتتعامل فيها قليلة جدا أن الصيانة بتاعتها اللي بتتعامل فيها قليلة جدا طب هو لما عمل الكتاب ده والناس بدأت تهتم وتبص على الموضوع بقوة بدأوا يشتغلوا ويخططوا ويعملوا طب مفاجأة أكبر أمريكا مش رقم واحد في البنية التحتية في العالم رقم واحد يا سويسرا رقم اتنين هونج كونج رقم ثلاثة صنغفورة رقم اربعة ودي حاجة تشرفنا كلنا إمارات العربية المتحدة أمريكا رقم عشر طب القايمة اللي عشر الأوائل دول ما فيهاش إنجلترا ما فيهاش ألمانيا معنى كده يعني إنجلترا وألمانيا بعد أمريكا بعد أمريكا في البنية التحتية البنية التحتية اللي هي زي ما احنا قلنا بشكلها العام الصلب إذا كان نقل أو مياه أو صرف أو انترنت أو غاز أو تليفونات والناحية برضو الثقافية والاقتصادية فيه مقاييس هما بيقسوها المتخصصين أكتر في الموضوع غريبة قوي الحكاية دي مع أنه إنجلترا أول يعني دولة أسست لنا القطار والمترو في بلدنا أسست الكلام ده لكن المهم أنت تشتغل على الشيء لما تاخده تخطط عليه كويس وتشتغل عليه كويس ويوصل لي محتاجه هو دي جزء من القياسات بتاعته إنت اللي وقت لما تقول حياة كريمة مين اللي قدر يقول إذا كان حياة كريمة دي مشروع قومي وقوي ويوصل ولا أظن ولا أنا ولا حضرتك لا اللي موجود في القرية اللي جوه شبين الأناطر اللي جوه الأليوبية اللي موجود في قرية في تالة في المنوفاين هو ده اللي شاف المدرسة الجديدة هو ده اللي شاف طبطين الترعة بتاعت 3000 كيلو متر اللي قدر يوفر مية ويوفر حاجات كتيرة اللي كانت بتجيب مننا أمراض فإحنا عملنا مبادرات 100 مليون صحة وتعامل فيروس سي كله بيؤدي لبعضه الشبكة متشابكة تماما تماما وعشان كده أقول لحضرتك الحياة كريمة مشروع قومي كبير جدا 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 لو قدرنا نقول إن احنا في المرحلة الأولى قدرت تغطي 47 قرية بخدمات الصرف الصحي اللي كان دائما أبدا سبب مشكلة كبيرة معدلات الميا إن انت لما عملت محطات معالجة ميا بقت من 84 ل 96 في المية عملت مدارس بحوالي 823 مليون جنيه مصري عملت 51 وحدة صحية كل الأرقام دي مؤسرة جدا لإن بعد مكان بيروح المدينة عشان يروح يصرف المرتب بتاعه وبقى عنده بريد صغير أو تمويل شمولي أو بريد بحيث إن هو ما يروحش المكان دو كمان بقت عمله واحدة زراعية كويسة جدا تديره الثقافة والوعي تقوله تاني نرجع ليه الزراع ازاي نزرع ايه ايه اللي ينفع واللي ما ينفعش ايه اللي يقدر ينتج لك بشكل كبير ولأ بس احنا الموضوع زي ما أفلنا الجزء اللي عليني بالوعي والثقافة احنا علينا دور كبير جدا جدا كل من يقرأ وكل من يعلم وكل من يعرف دوره مهم جدا إنه هو يوصل للي ما عندوش المعلومة لإنه هو لو ما سمعهش منك هيسمعها من حد تاني فتتبقى على نسق إشاعة فهزت فكره هو أخذ الإشاعة هيبدأ يصدقها مش هيدور على مصدرها الأساسي لإنه هيستسهلها واحد قال له ده إحنا مش هنزرع أمح السنة الجاية طب إيه مصدره؟ ما يعرفش طيب خلي بالك ده فيروس هي مخلص زي ما الناس بتقول ومئة مليون صحة دي ما تصرفش فيها فلوس إنت دور بقى اللي يعرف إنه هو يقول للي ما يعرفش ومش بأسلوب اللي هو لازم تعرف لأ تتناقش معاه وتسمع منه لإنه ممكن في وسط النقاش بتاعه يقول لك فكرة واحدة تقدر توصرها أو توصفها طريقتك فتوصرها للقادة السياسية أو المسؤولين فتبقى شيء عظيم جداً ومشروع كبير يفيد كل من يعيش على هذا الوطن العظيم صحيح هتوقف محارتك مرة تانية ومع سادة المشاهدين نخرج لهذا الفاصل ثم نعود رجعنا مع حضراتكم مرة تانية لازال معنا ومعكم مهندس محمد خليل عوض والاتحاد العام للتشييد والبناء ولازال حوارنا عن حياة كريمة أيقونة البناء في الجمهورية الجديدة أهلا بيك بشمهد سماعنا مرة تانية أهلا بيك وفي ختم لقاءنا أي أهم المعلومات والحقائق اللي ممكن هكتذكرها لنا عن المرحلة الحالية اللي وصلت لها حياة كريمة إحنا زي ما احنا قلنا إحنا خلصنا المرحلة الأولى 95% تقريباً خلص في 1600 قرية بمعدل 250 مليار جنيه أنا عايزة أدي أمثلة بسيطة ومعليش هنبص في الورق يعني إحنا عندنا مثلاً وليكم برنامج رصف وكفاءة الطرق المحلية دي أنت عملت 23500 مشروع بإجمال أطوال 22000 كيلومتر بتكلفة 50 مليار جنيه أن ما بقى تتحدث الأرقام وتوصيق للربط عملت كباري للمشاوي السيارات بتكلفة حوالي 7.5 مليار جنيه عملت 85 كبري عبور مشاة 45 كبري عبور سيارات طيب حطيت أو 3 أو 1 من 10 مليون كشاف موفر للطاقة بحوالي 2.6 مليار جنيه اتحطت على الطرق والمداخل بتاعة الأماكن اللي تم العمل فيها حياة كريمة دي وفارت 9 مليار جنيه في استهلاك القهراب هنتكلم عن مؤتمر المناخ وتوفير المبالغ المالية واستخدام يعني اللفظ التنمية المستدامة الحقيقة بتاعه استغلال كل ما تملك من غير ما تأثر على البيئة كمان منظومة الأمن والإطفاء تصرف فيها حوالي 7.5 مليار جنيه مصري 36 مليار جنيه للتجميل والنظافة وتحسين البيئة من مصارف تغطية المجال المائية بالقرى والمدن وده أكيد هيأثر على الصحة فلما هيأثر على الصحة يبقى أنت هتاخد جزء كبير من الميزانية اللي كانت بتتصرف على الصحة وعلى الأمراض المستوطنة اللي كانت انتشرت في مصري فتحطها في ميزانية أخرى عشان كده بقول لحضرتك موضوع التغطية إن انت لما تسيب الناس اللي مسؤولة تخطط وتسمعهم حتى ومن حقك زي ما بيقول مرة واثنين وثلاثة تنتقدهم عندك ستة ونص مليار جنيه اتصرفوا على النقل جبت ألف وثمانمائة أوتوبيس جديد هتشتري سبعين أوتوبيس يشتغل بالكهرباء عشان توفر إذا كان غاز أو سولار أو بنزين والعدم اللي طالع ده بدل ما يأثر عليك صحيا فأنت أظن إن الاتجاه كله ماشي في اتجاه كويس بس محتاج بعضا من الصبر وبعضا من المناقشة كل واحد يعمل دوره كترس في الدائرة في المكينة دي تيقول أنا محتاج واحد اثنين تلاتة محتاج في التعليم واحد اثنين تلاتة محتاج في الصحة واحد اثنين تلاتة أكيد وإنت بتتكلم وبتوصل وجهة نظرك اللي قدامك هيسمعك ولو ما نفذلكش 100% لو نفذلك 10% فأنت نجح لأن 10% في القاهرة على 10% في القاليوبية على 10% في أي محافظة تانية هيوصلوك لمنتج محترم ما كانش أظن قعدنا فترة كبيرة مش هم من قول عدد السنين قعدنا فترة كبيرة محدش بيسمعك ولا حد عارف انت عايز إيه من حقك تنتقد بس في الوقت المناسب وبالطريقة اللي تخلي اللي قدامك يسمعك مش تهجمه لأنه هو جزء منك هو لو سمعك هينجح وأظن ما فيش أي حد في العالم في أي مكان مسؤول مش عايز ينجح أنا بشكر حالك جدا المهند سبحامد خليل عوض الاتحاد العام للتشريد والبناء شرفتنا طبعا نخلي كافة شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة على أرض مصر